نقشها مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنة الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي كما وفق المجلس على عدد من مشروعات قوانين المتعلقة بالترخيص لوزير البترول للبحث عن البترول في عدد من الأماكن بالصحراء الغربية في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب تقرر إحالة قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة إلى اللجان المختصة لإعداد تقرير بشأنها وعقب ذلك بدأت المناقشات الموسعة حول التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي بحضور وزيري المالية والتخطيط تبلغ القيمة المقدرة للإنفاق على الأربعة قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي نحو بإجمال القيم باتريليون ونصف جنيه والنسبة للناتج المحلي الإجمالي تبع عشرة أو سبعة من عشرة في المية ودي أعلى من الحد الأدنى الذي أقره القانون نناقش الموازنة العامة الأضخم في تاريخ الدولة الوطنية المصرية حيث يصل الإنفاق العام لما هو مقدر بستة ونصف جنيه الحقيقة أيضا في تأديم أن تلك الموازنة هي الأقصى تحقيقا لمبدأ الشمولية العامة للموازنة ومبدأ شمول الموازنة الحكومة وفي ردها على تعليقات النواب أكدت أنها تستهدف خلال موازنة العام المالي 2024-2025 تحقيق فائد أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلي المقدر للعام المالي المقبل رئيس مجلس النواب من جانبه وجه الشكر للحكومة مؤكدا أن المناقشات جاءت ثرية وتعكس مشهدا ديمقراطيا للجمهورية الجديدة أتوجه بخالص الشكر والتقدير للحكومة ممثلة في السادة وزراء المجالس النيابية المالية التخطيط والتنمية الاقتصادية لتفاعلهم المتميز مع ملاحظات السادة النواب من مختلف الأحزاب والمستقلين حقيقي مناقشات ثرية وتعكس مشهدا ديمقراطيا للجمهورية الجديدة كما وافق المجلس على مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد للبحث عن البترول واستغلاله في عدة مناطق باستحراء الغربية ورفعت الجلسة العامة لمجلس النواب أعمالها على أن تواصل مناقشات عدد من مشروعات القوانين والقرارات في جلسة قادمة موسيقى